خليني أخدكم بقى الأخبار فرقتنا النهاردة طمينكم طبعا إحنا خلاص 48 ساعة النهاردة تاني تمرينة الأهلي بيتجهز فيها نفسه المطش الرجاء يوم الجمعة إن شاء الله تمرينة النهاردة كانت على ملعب تاني ملعب العربي الزاولي وده ملعب خاص بنادي الاتحاد في في كازابلانكا وبيبعد عن فندق الإقابة تقريبا حوالي نص ساعة وبالتالي إن شاء الله النهاردة يعني أثناء الحلقة إحنا مستمرين مع حضراتكم لغاية لما نروح للمغرب إن شاء الله ونشوف بداية التمرين الفريق هيتمرن الساعة 9 ونص بتوقيت المغرب دي المسحة طبعا الفريق عملها النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده فرق التوقيت بيننا وبالمغرب حوالي ساعتين تقريبا فبالتالي 9 ونص عندهم يعني هتبقى 11 ونص بتوقيت القاهرة يعني التمرين يبدأ إن شاء الله الساعة 12 بتوقيتنا هنا في القاهرة ونفس المعاد اللي هنتابع فيه المباراة إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 12 بتوقيت القاهرة قايمة الأهلي في المغرب ضمت كل من محمد شناوي علي لطفي مصطفى شبير في حرص المرمة ومعاهم من نجمنا محمد هاني كليم فؤاد محمد عبد المنعم محمود متولي ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول جاهز للمباراة إن شاء الله محمود وحيد عمر السلية أليو ديانج حمدي فتحي محمد محمود الشحات صلاح محسن محمد مجدي أفشا طهر محمد طهر لويس مكسوني أحمد عبدالقادر وليد سليمان حسام حسن ومعاهم محمد شريف وبرسيتا والأهلي بالقوة الضربة بإذن الله إن شاء الله ومش عايزكم تخافوا ولا تقلقوا إن شاء الله بإذن الله واسقين في رجالتنا وقادرين نرجع مش بس بالتأهل لكن نرجع كمان بفوز من المغرب إن شاء الله بإذن الله على فريق الرجاء وكل التقدير والاحترام لفرقة الرجاء طبعا فرقة محترمة وفرقة يعني من فرقة كبيرة جدا في قارة أفريقيا لكن الأهلي ما بيخافش من حد يعني عمرنا مواجهنا أو دخلنا مباراة وإحنا خايفين دايما مهما كانت الظروف ومهما كانت المقدمات ومهما كانت النتائج المواجهات الأولى دايما بنبقى داخلين دايما وإحنا مش خايفين آه بيبقى فيه أوقات تحدي لزروف صعبة بيبقى فيه أوقات مباريات عصيبة لكن في النهاء جمهور الأهلي لغاية الدقيقة تسعين الأهلي وقسطورة القارة الأفريقية ومفخرة الكرة العربية ومفخرة الكرة المصرية